حول الموضوع معنا عبر سكايب مباشرة مريف دمشق مازل شامي مدير مكتب وكالة قسيون في دمشق وريفيا مازل مساء الخير أهلا بك معنا الخروقات سجلت الواحد تلو الآخر آخر تطورات الخروقات ماذا جرى خلال هذا اليوم وخلال الساعات القليلة الماضية نعم مساء الخير بالفعل اليوم خروقات كثيرة لميليشيات الأسد وخاصة بعد 20 يوم من اتفاق ضبط آلية عملية خفض التصعيد اليوم تم استهداف بالمدفعية الثقيلة كل من مدن وبلدات سقبة ودومة وكفربطنة وحمورية وعين ترمة وأيضا مدينة زملكة والأشعري ومنذ قليل كان على حوش الظواهرة طبعا لدينا اليوم عشرات جرحة وخاصة في سقبة وكفربطنة أيضا قصفت ميليشيات الأسد اليوم عين ترمة وحيجوبر بأكثر من 60 صاروخ أرض أرض مع قصف بأكثر من 120 قضيفة مدفعية ناهيك عن خراطيم التين تي الشديد التفجير طبعا هذا كله يجري بالتزامن مع محاولة ميليشيات الأسد اقتحان بلدة عين ترمة وحيجوبر استطاع فيها فيلق الرحمن من صد جميع المحاولات طبعا اليوم خرجت مظاهرات في جنوب العاصمة دمشق وفي الغوطق الشرقية هذه المظاهرات حيت صمود فيلق الرحمن على جبهات عين ترمة وجوبر كما ندد المتظاهرون بخرط ميليشيات الأسد لمنطقة خفض التصعيد طبعا الآن وفي خبر عاجل وردنا الآن خبر عاجل وهو تم الاتفاق ما بين فيلق الرحمن وجيش الإسلام لوقف إطلاق النار وخاصة على كافة خطوط التماث طبعا الكل يعلم الاقتتالي الأخير بين فيلق الرحمن وجيش الإسلام الآن وردنا الخبر العاجل والمؤكد بأنهم أوقفوا إطلاق النار على خطوط التماث شكرا لك على هذه المداخلة مزين الشامي مدير مكتب وكارة قسيون في دمشق واري فيها في نفس الملف إذن مشاهدين ننتقل إلى عبر الأقمى الصناعية إلى أين؟ إلى الرياض إذن مع العميد الركن أسعد الزعبي رئيس وفد المعارضة في جونيف أهلا بك معنا سيادة العميد تخفيف تصعيد في سوريا سيادة العميد أصبح مجرد اتفاقات مع وقف التنفيذ ذلك بسبب خروقات النظام المتتالية أولا كيف يمكن أن يؤثر ذلك على التزام المعارضة المسلحة على الأرض باتفاق تخفيف تصعيد وأي حل سياسي أيضا كانت تبنى ربما الأمال على أن يتم تحقيقه عن طريق هذا الاتفاق وعن طريق هذا المشروع تخفيف تصعيد بسم الله الرحمن الرحيم واختي الكريمة القضية لا تتعلق بالمعارضة السورية ولا تتعلق بالشعب السوري تتعلق بجدية المجتمع الدولي وخاصة الدول صاحبة القرار الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإسرائيل يعني أولا سأتحدث عن ما تخفيف تصعيد هذا المصطلح لا يوجد بكل وثائق الأمم المتحدة لا يوجد بكل وثائق المتحدة ما يوجد في وثائق المتحدة هناك وقف اطلاق النار هناك هدنة هناك تهدئة هناك يعني وقف عنف أما ما يسمى تخفيف التصعيد ومن ثم هذه المناطق تتحول إلى زيادة التصعيد يعني أعتقد أنا على سبيل المثال بالأمس تحدثت على وسائل علام أجرنا إحصاء بسيط بالغوطة خلال ثلاثين يوم السابقة ثلاثين يوم نفذ النظام حوالي سبعمية وعشرين طلعت طائرة ثلاثين يوم التي سبقتها نفذ النظام أربعمية أطلق النظام أربعمية واربعين صاروخ على الغوطة خلال هذه الثلاثين يوم الأخيرة وقبلها الثلاثين يوم نفذ حوالي مئة وتسعين صاروخ نفذ واحد واربعين هجوم على الغوطة بالثلاثين يوم الأخيرات قبلها نفذ سبع هجومات إذن نحن أمام يعني شيء اسم زيادة التوتر وهذا المصطلح وعبارة عن مصطلح وجدته روسيا بالاتفاق مع إيران ومع الأسف الشديد أيضا بالاتفاق مع تركيا دون قضية فقط التفاف على الشعب السوري والتفاف على الثورة السورية يعني أنتم لا توافقون على هذا المشروع على مشروع اتفاق تسعيد كانت ربما الآن تتحدث بأن المعارضة ترحب بذلك تقول بأنه ممكن أن يكون خطوة نحو حل سياسي أو أن يكون يفتح المجال أمام أمل في أي حل سياسي نعم كل الشعب السوري وكل المعارضة كل الثوار موافقون عند الالتزام بهذا المبدأ لكن أن يتم العمل بطريقة العهر العسكري يتحدثون بشيء وعلى أرض الواقع عكس ذلك تماما يتحدثون عن مناطق خفض تسعيد وعلى الواقع العملي الزيادة التسعيد ولذلك نحن نرحب فيما لو كان تطبيق عملي لهذا المبدأ وليست قضية فقط شيء موجود على ورقتنا حتى بالمناسبة لم يوقع أحد من كل الفصائل لا بالجنوب ولا بالشمال ولا بالوسط ولا بالغوطة على أي من هذه الاتفاقيات وبالتالي ما تصرفت به سواء كان أمريكا وروسيا وتركيا وإيران تصرف شخصي من قبلهم بمصطلح أوجدوا ودعموا وثبتوا دون أن كلها واقع على أرض في ذلك كل هذا ماذا بالنسبة لدعوة الهيئة العليا للمفاوضات لدعت منصتين القاهرة والموسكو إلى اجتماع الرياض ما الهدف منه إذن؟ أختي الكريمة أعود أن ما تتحرك به المعارضة بكل أطيافها وبكل فصائلها تتحرك وفق أوامر إما كانت روسية أو أمريكية نحن أصبحنا أدات بيد المجتمع الدولي جهزوا أو شكلوا مجلس وطني شكلوا إتلاف واسعوا لإتلاف شكلوا وشكلوا اليوم عندما يتحدثون عن ضرورة التفاهم بع المنصات منصة القاهرة هي جزء من مؤتمر الرياض وبالتالي لا يمكن القول أن هناك منصة في القاهرة وحقيقة نحن نأسف أن يكون لنا أشقاء في المعارضة شكلوا منصة وهم من مؤتمر الرياض وكانوا حاضرين وكانوا موقعين على المخرجات ثانيا عندما نتحدث عن منصة موسكو منصة موسكو تضم حثالة النظام هؤلاء جزء من النظام لا يمكن أن يكون قدري جميل أو رندق السيس أو صالح مسلم هؤلاء في اجتماع الرياض هل أنتم ستتواجدون في اجتماع الرياض ما الهدف منه؟ إلى الآن الهدف من اجتماع الرياض الآن هو الالتقاء فقط بين المنصات لتوحد الرؤية منصة موسكو رفضت وهذا شيء جميل جدا أنهم رفضوا الحضور إلى الرياض لأن الرياض مكان نظيف مكان يتسع للجميع ليست كموسكو وليست كجينيف ولكن منصة القاهرة وافقوا وسيحضرون هذا الاجتماع يوم 15 شهر الغاية فقط هي توحد الرؤية لا يوجد أي خلاف الرؤية ما بين منصة القاهرة ومؤتمر الرياض إنما الخلاف ما مع مؤتمر موسكو أو منصة موسكو لأنهم كما ذكرتوا لك هم صنعت النظام ولا يمكن أن يتخلوا عن بشار الأسد وبالتالي هم أظام النظام شكرا لك على هذه المداخلة العام داروكن أسعد الزعبي رئيس وفد المعارضة في جناف كنت معنا عبر الأقمص صناعية مغاشرة من الرياض موسيقى